كنت سعيدة اليوم بتواجدي في إطار هذا الدورة التقوينية لفائدة موظفي قطاع الشباب للنقابلين منهم أكيد واللي ساعدت بتقاسم معهم مجموعة من التجارب مجموعة من الاختلالات في إطار الوظفة الأمومية قدمت له معرض حول الفاعل المقابي والنظام الوظفة العمومية كانت فرصة أن ينفتاح المجموعة من المحاور للنظام الوظفة العمومية البنية والأساس القانوني وكذلك الخصائص ثم المصار المهني من خلال الحقوق والواجبات والضمانات التي يوفرها النيظام القانوني لمختلف الموظفي لو لم تضع الحال وكذلك فتحنا النقاش لإثارة مجموعة من الإشكاليات التي سواء يتحللها النظام القانوني وكذلك يتحللها واقع الممارسة ودور القضاء في تجاوز مختلف هذه الاختلالات أكيد الوقت لم يكن يسع لمناقبة المزيد نتمنى أن تكون دورات تكوينية متخصصة كما قال السيداء الأساسي منظمي هذه الطورة إذن شكرا لكم وأنا سعيدة بالصدافة كان عندي لقاء اليوم والصباح شباب الجامعة الإجنبالية والحوار أنا حاولي أختاره بعناية لتكلم أهمية المقاربة التشرفية وأهمية التواصل وتدبير الاختلاف خلق حوار خلق لقاش غمومي وبالتالي هذا الشيء كاليات لإعادة تنزيل الديمقراطية لأننا نقاول غير التقافة للإستماع في المجتمع لأنه يظهر مهمين لأننا نظهر في بلاصنا في مكان دينا كذلك لا تنزيل جهوية لا تنزيل المسيطات لا تنزيل العدد من الأشياء التي تنزيل الأسطور في 2011 وهذا الشيء يجب أن يكون جمعة من البرامج كما قلت من قبل كن موينة في المغرب وهذا الشيء يجب أن يهدئ على مستوى البرامج لا يكتب أن يهدئ يعني ينادر الآن أوراج وأنه يجب أن يكون جمعة من المبادرات التي بدأت تشبه ولكن يلاقي أن نشتغل هذه الأقلية أو هذه المقاربة ويجب أن نشتغل بعد أن تنزيل وعدم تنزيل الجهوية وهذا الشيء يجب أن تستطيع أن نحق خلق المرجوة في المجتمع وهذا الشيء يجب أن يكون الزوج كبير فينا نفقات مالية وأغلبة مالية كبيرة ولكن نتعيج المزهج للمواطنين في الواقع اليوم شكراً شكراً سعيد جداً أنني شاركت اليوم في هذه الدورة التكوينية التي أقامتها أكاديمية التكوينسوس النقاذي دورة المرفوع عدر الزق أفلال والتي كانت دورة التكوينية رائعة جداً ومشارك فيها العديد من الأساتذة وسائح بعروب المتنوعة وكانت مشاركتي تتمحور حول المبارسة العملية في الدفاع عن حقوق البجراء أمام المحاكم وقد بلنا فيها مسائل عملية تتعلق لمساطع المتنوعة سواء في تقديم دعوة المقالة بالحقوق وجراء المحاكم في المقالة بالحقوق وبيننا الحالات التي يستعصف على أجل الإتبات وإقامة الذليل في دعوة أولا تجد إلى القضاء الاستجاري وتقديم مقالات مختلفة وكيفية ممارسة مصطع المصطع وبيننا كذلك كيفية سلوك مصطرة حوادث الشغل في حالة تعرض العامل لحاجة الشغل والأساليب التي عليه أن يسلكها أمام المحاكمة بما فيها تقديم المقال ممارسة مصطرة السلح إجراء الخبرة وإنجاز الشواهر بيئية وفي أخير المطاف يقدم بواسطة الدفاع المسنتجات الخبرة وكيفية الأصول على الحكم وكيفية التبليغ وفي آخر المطاف أوضحنا كيفية سلوك مصطرة التنفيذ وتم اختتام الدورة التكوينية بآخر مداخلة شكرا شكراً بمداخلة إطار أكاديمية تكوين السوسيو نقابية هذه الأكاديمية مقصصة من طرف اتحاد النقابات لوزارة الشراء المتقافة والتواصل ستعطي دفعة نوهية لتحليق أمال النقاب الأولى وكذلك مستهمة ترافع عن القضايا المتعلقة بالنقابة هذه الأكاديمية في ثلاثة عيام كمشاركة تعبتها مجموعة من قروض ومجموعة ومجموعة التي تقوم بأمال النقابة بينها جانب الحنو الموقفة العمومية مجل طرف مجل تواصل مجل سياسة العمومية يعني بأن الأكاديمية أحاقت بجميع المواضيع التي تقوم بأمال النقابة وصراحة الدورة كانت محتشعار في النقابة سياسي متجدي ودورة المرحول رزق مؤسس إمتحاد عامل شغالي صراحة بأن إمتحاد النقابات لم ينسوا التكريم وتقافة الاعتراف بمجنان وهي تقافة أصيلا في الاتحاد العامل الشغالي لم ينسوا الناس الذين ضحلوا كثيرا من أجل إعلاق كلمة الحق والمساهمة في تخليقها من نقابي وطنيا شكرا 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 شكرا